بحث محافظ صلاح الدين دكتور مهندس عمار جبر خليل مع المهندس وليد خالد مدير إنتاج الطاقة الكهربائية وعدد من المهندسين والمختصين خيارات تحسين شبكة الطاقة وزيادة ساعات التجهيز للمواطنين مع قربي دخول محطة الجالسية للخدمة وتأهيل أبراج إضافية شمال المحافظة وكشف المحافظة عن ترأسه وفدا للقاء وزير الكهرباء وترحل خيارات المتاحة والبديلة أمام الوزارة لتأمين الحاجة الفعلية لصلاح الدين سواء في تأهيل وتوسيع خطوط النقل مع بغداد والمنظومة الشمالية أو نصب محطات جديدة بما يتوافق أعمار المناطق المحررة وعودة النازحين وتأمين ظروف عيش آمنة للأهالي ترجمة نانسي قنقر